بخوص التسويق الفصل الخامس اللي هو مجالات بخوص التسويق مجالات بخوص التسويق يعني بتقسم إلى بخوص المستهلك بخوص السوق بخوص السلعة أو الخدمة بخوص البيع والمبيعات بخوص الإعلان بخوص النقل والتخزين بخوص المؤسسات التسويقية بخوص قياس الرأي العام والعلاقات العامة النهاردة باذن الله هناخد التلاتة الاوائل اللي هي بخص المستهلك بخص السوق بخص السلعة او الخدمة بخص المستهلك المستهلك هو نقطة البداية والنهاية لاي نشاط تسويقي احنا بنعمل اي نشاط تسويقي عشان المستهلك سواء كان المستهلك ده هو كان مستهلك نهائي اللي هو انا وانت اي واحد عايز يشتري سلعة او مشتري صناعي اي واحد عايز يشتري بس اللي نشاط بيعمله اللي محل مثلا عنده فالمستهلك بيعتبر دايما سيد السوق لأن معنى ذلك أن أي دراسة السوقية لازم تبتدي بالمستهلك طيب تتحدد دراسة المستهلك في المجالات التالية المجالات اللي بيدرسها بخص المستهلك بخص قرارات الشراء ودوافع الشراء لدى المستهلك بخص عادات الشراء بخص قرارات الشراء المستهلك النهائي ايه هو المستهلك النهائي المستهلك النهائي اللي هو زي ما انا قلتلكم اللي بيشتري المنتجات او السلع او الخدمات لاستخدامه الشخصي او لأسرته زي الطعام زي الشراب زي الادوات الكهربائية زي مثلا خدمات رياضية معينة زي علاج ده المستهلك النهائي المشتري الصناعي اللي هو بيشتري المنتجات عشان بيستخدمها في بحة يعني بيستخدمها في عمليات الانتاج او بهدف يعادة بحة عندنا هنا مقارنة ما بين المستهلك النهائي والمشتري الصناعي المستهلك النهائي عنده خمس خطوات المشتري الصناعي ثمان خطوات المستهلك النهائي بيبتدي عنده الشعور بالحاجة لشراء سلعة أنا عايز دلوقتي أشتري سلعة تاني مرحلة بيجمع بيانات ومعلومات عن السلعة اللي هو عايز يشتريها تالت مرحلة بيقيم البيانات والمعلومات المنتج دهوت أفضل من المنتج دهوت بعد تحليلها من البدائل المختلفة عندنا كذا بديل فنجمع بيانات ومعلومات عن البدائل اللي عندنا ونبتدي نقيم البيانات والمعلومات من حيث جودتها مثلا من حيث سعرها نبتدي في رابع مرحلة أن احنا تحليل أفضل بديل من البدائل البديل دهوت أفضل كان جودته أحسن بيقدم خدمات ما بعد البيع وبالتالي نتخذ قرار الشراء نبتدي في المرحلة الخامسة نقيم القرار بتاعنا هالقرار بتاعنا اللي احنا اشترينا بناءنا عليه المنتج كان صح ولا غلط لقينا فعلا المنتج دهوت أشبع الاحتياجات بتاعتنا ولا ما أشبعهاش في المشتري الصناعي يبتدي التأكد من وجود حاجة أكيدة للشراء لا ده هو بيشتريها عشان يبحها يبقى لازم يكون عندنا حاجة أكيدة للشراء وقالنا المنتج غير موجود بالفعل عشان يبقى فيه إقبال عليه المرحلة التانية توصيف المشتريات وتحديد الكميات المطلوبة من كل صنف احنا عايزين نشتري قد 2021 وقد 2021 اللي احنا عايزين نشتريها من كل صنف المرحلة التالتة توصيف جودة الأصناف المطلوبة بطرق توصيف الجودة المرحلة الرابعة نشوف ايه هي المصادر المناسبة لتوريد الاصناف المطلوبة الخامسة دراسة العروض المقدمة من الموردين نشوف الموردين جماحهم اللي بيبيعوا السلعة دهية وايه هي العروض المقدمة ومين اقل من مين وايه هي اللي هيقدم لنا بعض الخدمات التانية وبعد كده نبتدي نفاضل ما بين الموردين دوات في المرحلة استادتا ونختار المورد الافضل بالنسبة لنا المرحلة السبعة بنبتدي نستلم الاصناف ونعمل رقابة على الجودة ونسدد تمنها المرحلة التمنى نقيم عمليات الشراء بقصد تحديد نتائج الصفقات القادمة هل احنا فعلا اختيارنا كان صح ولا اختيارنا كان غلط يبقى نلاقي ان قرارات الشراء عما نيجي نعمل مثلا قرارات شراء معينة او مثلا دراسات تسويقية معينة لازم ندرس خصائص المستهلك النهائي او المشتري الصناعي من حيث ايه من حيث العوامل الديمغرافية من حيث السن السن اللي احنا هنبيع له المنتج دوات هل المنتج دوات مناسب ليه ولا لا الجنس هل هو زكر او انسة وهل هو مناسب ليه او لا المستوى التعليمي يبقى ديه كلها في العوامل الديمغرافية حجم الاسرة احنا عايزين ننزل المنتج دوات ليه اسرة عدد عددها كبير عددها صغير يبقى ده هي الدخل كل فرد المنتج دوات هيقدر يشتري عدد اكبر من الافراد ولا لا الدخل المخصص للضروريات المنتج دوات يعتبر من الضروريات ولا من الكماليات الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها المستهلك هي اللي بتخلينا نحدد السعر بتاع المنتج بتاعنا القائم بتخاذ الشراء من القائم هل هي الام هل هي الاب طب الديانات والمعتقدات اللي بيحتنقها الافراد ده همت لازم يكون مش متعارض مع معتقداتك او مع الديانات اللي انت بتشوفها صح شخصية المستهلك لازم يكون متناسب مع شخصية المستهلك بخوص دوافع الشراء بخوص دوافع الشراء بيعني التغلغل في اعماق المستهلك احنا عايزين نشوف ليه المستهلك دول بيتجي الى مسلك معين او لي صلعة معينة او لمحل معين او لمول معين وقد تم بناء بخوص الدوافع على عدات افتراضات يبقى لما احنا عملنا بخوص الدوافع افترضنا عددات افتراضات ايه الافتراضات اللي افتراضناها قالك انه لا يمكن افتراض معرفة المستهلك بكل مايرغب مش هنقدر نعرف المستهلك عايز ايه كل اللي عايزه ايه لا يمكن افتراض تطابق السلوك الظاهري للمستهلك مع السلوك الفعلي له كمان لا يمكن افتراض ان سلوك المستهلك دايما بيتصف بالرشدوي العقلانية لما جي مصله حط ان سلوك المستهلك يجب اشباع الحاجات الاساسية يعني مصله قال ان احنا ما ننفعش ننتقل من حاجة الحاجة الى لما نكون اشباعنا الحاجة الاولانية يبقى عندنا الحاجات الاساسية او الفيسيولوجية زي ايه زي الطعام زي الشراب زي الملبس زي المسكن دي اي واحد بيحاول ان هو يشبع الحاجات ده هي ات الاول بعد كده بينتقل الى الحاجة الى الامان زي يكون عنده امان وظيفي ما يكونش عنده يعني مثلا زي يكون عنده عقود دائمة في المكان الموجود فيه اقتصادي اجتماعي الحاجة الى الانتماء ان هو يكون عنده علاقات جيدة مع زملائه العلاقات الطيبة الحاجة الى التقدير الحاجة الى الاحترام واستقع ان الى قدامه بيحترموه والحاجة الى تحقيق الزاد اخر حاجة الحاجة الى الانجاز يعني احنا مثلا بتبقى لمصله قالك ما ينفعش ونشبع الحاجة الى الامان الا لما نكون اشبعنا الحاجات الاساسية او الفيسيولوجية ودي طبعا وجهت بعض الانتقادات الكتيرة ولكن احنا خلينا في هرم مصله اللي هو اشبع الحاجات اللي هي خمس حاجات ده ده وافع المستهلك وراء شراء سلعة معينة او الحصول او الاقبال على خدمة معينة قبل ما نتكلم عن الدوافع لازم نعرف عن ايه هو الدافع الدوافع هي قوة او طاقة كامنة داخل الفرض تدفعه ليسلك سلوك معين في اتجاه معين يبقى احتياجات الفرض هو المصدر الرئيسي للدوافع يبقى ايه اللي بيخلينا نتجه اتجاه معين او سلوك معين او نشتري سلعة معينة هو الدوافع قوة او طاقة كامنة لدي هي اللي هي بتدفعني ان انا اشتري حاجة او منتج معين طب ايه انواع دوافع الشراء انواع دوافع الشراء عندنا بتنقسم الى حاجتين من حيث طبيعي التصرف المستهلك بتنقسم الى دوافع عقلية ودوافع عاطفية من حيث تطورات تصرف المستهلك بتنقسم الى دوافع اولية ودوافع انتقائية ودوافع التعامل دوافع الشراء اللي هي العقلية او العاطفية اللي هو المستهلك اللي بيبني القرار بتاعه على اساس عقلاني يبقى بيقوم انه هو لما بيجي يشتري المنتج بتاعنا هل يشوف هل المنتج ده هو سهل في الاستخدام المنتج ده هو تزو كفاء معينة زوجودة معينة هل هل نقدر استخدمه فترات طويلة هل هو هيوفر لي لو اشتريته عن المنتجات الاخرى يبقى دي مزايا بيختاره على اساس عقلاني الدوافع العاطفية هو اختيار المنتج بدون تفكير او دراسة رغبة انه هو مثلا يتظهر بي او يفتخر بي او انه هو بيدي له سرور معين بيتبسط بي او انه هو بيستمتع بوقت الفراغ او انه هو بيقلد شخصية معينة او بيقلد حد معين فيبتدي يشتري المنتج ده هو دي اسمها الدوافع عاطفية نيجي على تاني حاجة دوافع الشراء الاولية والانتقائية والتعامل الدوافع الاولية عندما يقرر المستهلك الشراء تحديد انواع السلعة او الخدمة التي يحتاجها يعني دوافع الاولية مثلا لو انا عايزة اشتري تلاجة مثلا خلاص دي قرر المستهلك ان هو يشتري تلاجة هنيجي ننتقل على المرحلة التانية اللي هي الدوافع الانتقائية يبتدي المستهلك هنا يحدد ايه هي المركة او الصنف بتاع السلعة او جودتها او الشهرة بتاعتها المنتج ده هوت مشهور المنتج ده هوت شكله الخارجي اه كويس او لا فلو مثلا اتكلمنا عن شراء التلاجة يبتدي يحدد المركة او الصنف اللي هو عايز يشتريه دوافع التعامل يقصد بها يحدد المستهلك المتجر او المحل اللي هي يتم شراء السلعة منه طب ليه اختار المحل ده بالذات يبقى لان المحل ده مثلا هيقدم له خصومات معينة لان المحل ده هوت مثلا فيه مزايا معينة هيقدم له اه اه صيانة معينة اه هيقدم له ضمانة على المنتج اللي هو هيشتريه يبقى دوافع التعامل يحدد المستهلك المتجر الذي يتم شراء السلعة او الخدمة منه والاسباب التي تؤدي الى تفضيل المستهلك التعامل مع متجر معين او مع محل معين او معمول معين ايه واللي بيخلي المستهلك رايح للمكان ده هوت في عندنا بعد كده بخوص عادات الشراء بخوص عادات الشراء بتنقسم الى اربع حاجات مكان الشراء منافذ التوزيع اوقات الشراء القائم بشراء مكان الشراء اللي هو تحديد المناطق البيعية او الاسواق او الاماكن اللي بيذهب اليها مستهلك يبقى لازم نشوف المستهلك دوات اكتر للاماكن اللي بيروحها ايه طب عدد المتاجر اللي بيكون فيها الموجودة في المكان اللي بيذهب اليه المستهلك طب ايه هي السياسات التسويقية اللي بتناسب المستهلك في هذا المتجر يبقى لازم دي كلها نعرف شخصية المستهلك هو رايح يشتري المنتج بتاعه هيروح يشتري من المكان دهوت ليه? وهي السياسات التسويقية اللي بتناسب المستهلك فيه المكان دهوت. منافذ التوزيع انواع المتاجر اللي بيشتري منها المستهلك سهولة انتقاله الى هذا المكان هو المستهلك دهوت المكان دهوت سهل يروح المستهلك فيه عنده وسائل المواصلات متوفرة ولا صعب ان هو يروح يشتري من المكان دهوت وسائل الاعلان المناسبة الاعلان عن هذا المتجر شكل ومكان التوزيع طيب لو كلمنا عندنا عن اوقات الشراء ايه افضل الاوقات وهي افضل الايام مثلا لو عندنا يبقى ايام الاجازات يوم مثلا الخميس يوم الجمعة يوم السبت يبقى دهية اوقات الشراء ايه الاوقات والايام اللي بيشتري فيها المستهلكين للسلعة دهية المواسم دايما تلاقي اقبال على شراء المكسرات في رمضان لبس العيد في العيد يبقى لازم يكون عندنا نعرف ايه مواسم الاقبال على شراء السلعة يبقى بخوص التسويق دورها هنا ايه ان هي بتقوم باعداد السياسات الشرائية والتخزينية واعداد القوة البيعية الصالحة وتحديد اوقات فتح وغلق المتاجر المحل دوت يبتع سبعة الصبح عشان في ناس هتيجي تشتري سبعة الصبح لان في ناس بتخرج مسلا من شغلها تروح تشتري ويقفل مساء الساعة واحدة بالليل عشان وحدش هيروح بعد الساعة واحدة بالليل وتحديد الاسهار يبقى ده دور بخوص التسويق طب القائم بالشراء القائم بالشراء زي ما انا قلت من هو متخز القرار مين اللي هيشتري المنتج ده هو مين القائم بعملية الشراء مستهلك السلعة توجيه الرسالة الاعلانية الى هؤلاء الاشخاص اللي هما بيشتروا السلعة دهيت الاختلاف ما بين سلوك سلوك المستهلك النهائي وسلوك المشتري الصناعي عندنا اربع اختلافات ما بين سلوك المستهلك النهائي والمشتري الصناعي اول اختلاف ان سلوك المستهلك النهائي دايما بيتصف بالعاطفية او في الاغلب بيتصف بالعاطفية لكن سلوك المشتري الصناعي بيتصف في الاغلب بالعقلانية تاني حاجة ان مشتريات المستهلك النهائي دايما بتكون صغيرة الحكم ومتنوعة كثيرة ولكن محجمها قليل. مشتريات المستهلك الصناعي بتكون كبيرة الحكم عشان يقدر يستفيد من العروض يقدر يستفيد من وفرات الحكم. المستهلك النهائي بيشتري السلعة بناء على معلومات سابقة حده قال له ان السلعة دهية كويسة او بيانات عامة. لكن المشتري الصناعي بيخضع مشترياته لاختبارات فنية قبل ان ينفق على السلعة ويحدد ويختار المورد. المستهلك النهائي يمكن ان يشتري السلعة دون الحصول على خدمات ما بعد البيع. يبقى انا ممكن اشتري السلعة وحتى لو منتج ده عجبني اوي ما فيش خدمات ما بعد البيع ممكن اشتريه برضو. لكن المشتري الصناعي لأ ما ينفعش. لازم يحصل على خدمات بجانب الجودة والسعر. وقد يستأجر السلعة بدلا من شراءها. يقول لي كان احط السلعة دهية عندي لو ما اتبعتش اخدها تاني. يبقى يستأجر السلعة بدلا من شراءها. بخوس السوق. بخوس السوق او ابحاث السوق هي البخوس اللي متعلقة بالسوق. بخصائص السوق. تحديد السوق المستهدف. معرفة حجم السوق. فلو مثلا عايزين ننزل مثلا منتج جديد للسوق. لازم نعرف ان المنتج ده هو سعره كويس. يعني الناس هتقدر تشتريه مناسب للمستهلك. طب ايه هي المزايا اللي هيتمتع بها المنتج يكون عليه اقبال حجم السوق اللي احنا هنبيع فيه قد ايه اللون او الطريقة اللي بيرغب فيها الزبون عشان يحصل على المنتج من خلالها. يبقى اه لو هننزل منتج جديد يبقى لازم ان احنا نحلل السوق ونعرف المعلومات اللي بتساعد على ضمان العمل التجاري على ضمان نجاح العمل التجاري. يبقى لما جينا اتكلمنا عن بخوس السوق. قالك السوق هي عبارة عن مجموعة من المستهلكين من سلعة معينة او قطاع سوقي معين. القطاعات السوقية تعني ان احنا بنقسم السوق الى قطاعات متجنسة. نقسم السوق الى قطاعات من المستهلكين. يمكن النظر الى كل قطاع سوقي على انه وهدف تسويقي يجب تحقيقه عن طريق المنتج التسويقي المناسب. طيب يبقى عند تحليل القطاعات السوقية يجب اتباع عدة خطوات. اول حاجة ان احنا ما نبتديش بعينة كبيرة. لأ نبتدي بعينة صغيرة من المستهلكين. نبتدي ننزل عينة صغيرة من المستهلكين. تحديد اهم الخصائص التي بتصلح للتقييم. الاحتماد على اكثر من عينة. ما نحطش في حتة واحدة. لأ نحط في كذا حتة. عشان نقارن ما بينهم. في اقبال على المنطقة دهية ومفيش اقبال على المنطقة دهية بالنسبة للسلعة. الاحتماد على بيانات مختلفة لتجميع البيانات. تهتم ادارة البخوس ببخوس التنبؤ بجانب العرض والطلب. ايه الحصة البيعية للمنشأة. المنافسين من خلال بعض الاساليب الرياضية اللي هنعرفها ان شاء الله في الفصول الجاية. اللي هي زي سلاسل ماركوف واساليب التنبؤ بالطلب. وبالتالي نقدر نحدد الاحتياجات من العمالة والموارد والاموال ونضع البرنامج التسويقي للمنظمة. تالت حاجة عندنا بخوس السلعة او الخدمة. بخوس السلعة او الخدمة تنقسم الى اربع حاجات. بخوس التنويع والتشكيل. وبخوس التطوير السلعي. بخوس التعبئة والتغليف. وبخوس التمييز والتبيين. هنتكلم عن كل واحدة منهم. هنتكلم عن بخوس اول حاجة. بخوس عندنا التنويع او التشكيل. تنويع المنتج. يعني ان احنا نضيف منتج جديد الى خط المنتجات الموجودة عندنا او خط المنتجات الحالية. وبالتالي منفعة جديدة للمستهلك. وفتح اسواق جديدة. يعني مثلا نحط مثلا تلاجات وغسلات. يبقى يبقى لازم ده يكون فيه عندنا تنويع من المنتجات. التشكيل. التشكيل هو انتاج او عرض اشكال مختلفة من نفس السلعة. لكن الاختلاف بيكون في الحجم او في المقاس او في اللون. احنا بنبتدي نشكل ولكن فقط يكون التشكيل دهوت في الحجم والمقاس واللون. يبقى اما بنعمل تنويع بنضيف بالاضافة مسلا للغسلات التلاجات او ان احنا نغير فقط في الحجم والمقاس واللون. بخص التسويق دورها هنا ايه? ان هي بتدرس الاحتياجات الكامنة للمستهلك. ايه هو اللون اللي بيفضلوه? اه شكل التلاجة اللي هم عايزينها. مقاسها وترجمتها في سلع وخدمات. وتحديد الاحجام والمقاسات المطلوبة لانتاجها. والتشكيل المستهل لمنتجات المنظمة. ودراسة مدى امكانية تبسيط خط الانتاج الحاجي. يعني بالنسبة لي بخص التطوير استلعي او الخدمية عندنا ايه? عندنا بتمر بخمس مراحل. المرحلة الاولى اسمها مرحلة توليد الافكار. مرحلة توليد الافكار بيتم الحصول على الافكار الجديدة للسلع والخدمات ويدخلها الى المزيج الحالي. يبه احنا بنمر بعدد من المراحل في تطوير استلعي او الخدمي. طيب بنعمل ايه من حاول نولد افكار جديدة للسلع والخدمة? ايه هي? المنتج دوت بينزل بشكل ازاي المنتج اللي الناس محتاجه طيب هنحصل على هذه المعلومات منين من العاملين الموجودين جوه المنظمة من الموزعين والوسطاء لانهم اكثر احتكاكا بالمستهلكين المنافسين الموجودين عندنا نزله منتج شكله ايه وبتالي احنا عايزين ننزل منتج احسن منه من مراكز البخوس ودراسات الجدوى الجدوى ومن المستهلكين والمشتريين الصناعيون عندنا مرحلة تانية اللي هي مرحلة تصويت الافكار مرحلة تصويت الافكار اللي هي استعراض كافة الافكار نشوف كافة الافكار الموجودة عندنا ونستبعد الافكار غير الممكنة عمليا الافكار اللي مش هنقدر نطبقها طيب وهل هذه الافكار صالحة من ناحية القانونية من المسلا ما فيش عندنا قيود قانونية تمنع هذه السلعة او من الناحية الاجتماعية ان المنتج اللي هنزله ده هو بيقدم مساهمة للمجتمع او من الناحية البيئية ان لا يترتب على السلعة ده هي اضرار معينة للبيئة دي اول حاجة دي تاني حاجة مرحلة تصويت الافكار تالت حاجة عندنا مرحلة التحليل الاقتصادي والفني للافكار معنى ذلك ان الطلب على السلع او الخدمة قيمة او كمية الانتاج ايه يا قيمة او كمية الانتاج الطاقة الانتاجية المطلوبة حجم العمالة المطلوب للانتاج احنا عندنا هننتج منتج كبير وبالتالي عايزين عمالة اكتر من الموجودين عندنا في المنظمة دلوقتي تكلفة كل عنصر من عناصر الانتاج دي مهمة جدا عشان نشوف التكلفة النهائية ونشوف المنتج دوت هينزل بالسعر دوت ولا هينزل بسعر اعلى او اقل خصائص السلع او الخدمة المواصفات التي تعبر عن اراء ورغبات المستهلكين المرحلة الرابعة عندنا اختيار السلع او الخدمة السلع او الخدمة خلاص طب الورط في شكل نموذج في شكل بيكون في شكل او نموذج قريب من السلع او الخدمة ويتم ادخال هذا النموذج في السوق لاختبار مدى تقبل المستهلك له ويبتدي ندخل كمية بس مش كبيرة للسوق عشان نختبر المنتج ده هل فيه تقبل ليه من المستهلك ولا ما فيش تقبل ليه من المستهلك طيب هنبتدي نجري عليه بعض الاختبارات الفنية وبعض الاختبارات التسويقية الاختبارات الفنية اللي هي خصائص السلعة وادات السلعة او الخدمة الوظيفية التي وجدت من اجلها الاختبارات التسويقية بواسطة الموظفين او متاجر التجزئة او العملاء ساعات بيتم استخدام اسلوب الاسواق الاختبارية اسلوب الاسواق الاختبارية يعني مفروض ان هو يكون ممثل للمجتمع في الاسواق الاختبارية ده هي بنحدد في اسواق في مناطق متفرقة وبعدين ان احنا بنقوم بتوزيع المنتج الجديد على العملاء الموجودين على المستهلكين او على العملاء الموجودين في المناطق دهية وبعدين نعرفهم ان المنتج موجود في المكان الفلاني من خلال ان احنا مثلا نعمل حملة اعلانية بنعرفهم بوجود المنتج في المكان الفلاني وفي الاخر ان هو لا يتأثر بظروف المنافسة في السوق ده اسمه اسلوب الاسواق الاختبارية المرحلة الخامسة الموجودة عندنا هي مرحلة تقديم السلع او الخدمة في صورتها النهائية بعد نجاحيها فنيا وتسويقيا في المرحلة الاختبارية يعني لقينا المنتج ده هو بعد ما نزلناه حقق نجاح معين نبتدي بعد كده ننزل السلع او اللي احنا عايزين ننزلها بكميات كبيرة طيب بخوص التسويق دورها هنا ان هي بتوفر البيانات والمعلومات عشان نقدر نرشد القرارات التسويقية سواء في التخطيط سواء في التطوير السلعي او الخدمي بخوص التعبئة والتغريف بخوص التعبئة والتغريف بخوص الاستلعة تهتم بالدراسات المرتبطة بالغلاف بالعبوة الغلاف والعبوة واعلى قطب الانشطة التسويقية هل السوق اللي موجود اللي هنزلنا فيه المنتج ده هوت متقبل للغلاف ده هوت الغلاف ده هوت مناسب يعني مثلا المناسب ده هوت بلاستيك او مثلا الغلاف ده كرتون هل الغلاف ده هوت مناسب لاستلعة او مفيش ضرر عليه واحنا بننقل استلعة من مكان لمكان مفيش ضرر مش هيضيف اي مثلا مش هيتفتح مننا واحنا بننقل المنتج مواصفات وخصائص الغلاف المناسب لاستلعة امكانية النقل والتخزين نقدر ننقله بسهولة ونخزنه بسهولة الغلاف شكله ايه تصميمه لونه الزوق الاحجام الخامات البيانات المكتوبة على الغلاف ده طب بخوص التمييز والتبيين تمييز السلعة يعني استخدام اسم تجاري او علامة تجارية عشان نفرق ما بين المنتج بتاعنا ومنتجات المنافسين عشان ما يحصلش غش للسلعة ده هيت او حد يقلدنا طيب دور بخوص التسويق ان هي بتختار الاسم التجاري والعلامة التجارية للشركة وبالتالي هي بتعمل على اجراء بخوص على طبيعة السلعة وخصائصها والعلامة التجارية من قبل رجال الاعمال ورجال البيع والعملين والمستهلكين العلامة التجارية اللي نزلناها ده او الاسم التجاري اللي احنا نزلها مناسب لثقافة المستهلك ولا لأ طيب نعمل تصميمات مختلفة وساعات في بعض التصميمات بنلاقي اللوجو ده هيت بننزل نوزع على المستهلكين رجال البيعوا يقولك ايه افضل لوجو بالنسبة لك يبقى يبتدي يعمل يشوف افضل لوجو بالنسبة للمستهلك وبعدين بنبتدي نختار افضل تصميم زي ما نقولت لكم بنعمل ساعات استخدام الاستقصاء من قبل الشركات بنبتدي نسأل المستهلكين ايه افضل لو لو احنا عملنا للمنتج ده هوت ايه افضل بالنسبة لكم اه للمنتج نيجي عندنا على التبيين التبيين هي وضع البيانات على غلاف السلعة شوف اه ما نيجي ساعات نبص على اه منتج معين واحنا بنشتريه او سلعة معينة هنيجي نبص على الورقة من برا كده او على العلبة بتاعته من برا هنلاقي كاتب لك اه مثلا اه اسم المنتج الموزع اه الكمية تلعبوها العبوها ده يتقدي ايه ايه هي محتوياتها بالزبط كيفية الاستعمال خطوات استخدام المنتج اه وسائل الوقاية من اختاره وسائل المحافظة عليه ازاي هنحافظ على المنتج ده هوت بهدف حماية المستهلك من الغش طيب وخص التسويق ليها دور كبير جدا في ان هي تحدد نوعية البيانات والكيفية التي تصل بها البيانات على المستهلك يبقى اما البيانات ده هي بتكون مكتوبة على غلاف السلعة او بتكون مكتوبة على بطاقة بتكون داخل السلعة يبقى ساعات ما بتكونش مكتوبة على العلبة نفسها او على البلاستيك نفسه اللي من برا لأ بنحط لك اه ورقة جوه او بطاقة معينة بنكتب فيه كل الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها عن السلعة السلعة ده هو اتمدى صلاحياته قد ايه هينتهي امتى اه انتاجه امتى يبقى دي كلها بتكتب فيه بطاقة داخل السلعة او بيتكتب على غلاف السلعة نفسها بكده نكون باذن الله خلصنا التلات مجلات الاوائل وباذن الله لما نتقابل الاسبوع الجاي نكمل معكم شكرا على الاستماع سلام عليكم اشتركوا في القناة